الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سأقدم في هذا المقضع البسيط والقصير جدا المبادئ الأولية للرياضيات وإن شاء الله أبين في هذا وهو هذا الدرس الأول الدرس الأول تذكروا بأن هذا هو الدرس الأول في المبادئ الأولي للرياضيات التي يحتاج إليها كل طالب مبتدأ في الاقتصاد والتمويل والمحاسبة والإدارة إذن هذه الدروس المتتالية نبدأها بالدرس الأول هي موجهة لطلبة الاقتصاد والتمويل والعلوم الإدارية أي طلبة كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية وعلى بركة الله نبدأ درس قصير وبسيط جدا أولوية العمليات الحسابية عندما نتحدث أول فكرة سنتحدث عن أولوية العمليات الحسابية تعطى الأولوية في العمليات الحسابية للضرب والقسمة أولا ثم للجمع والطرح ثانيا الضرب والقسمة عمليتان متخالفتان واحدة تتضاعف منها الكميات والأخرى تتناقص فعندما نضرب كميات مع بعضها البعض إذا كانت أكبر مواحص صحيح فتتزايل وإذا كانت أقل مواحص صغيرة تتناقص وعلى جميع أحوال القسمة كذلك الأمر تخالف العملية الضرب فإذا كنا نقسم على عدد أكبر مواحص صحيح فالحاصل النتيجة بكون ينخفض أما إذا قسمنا على عدد أقل من مواحص ويصغر فإن حاصل قسمه يكبر والجمع الآن مخالفات مع الطرح يعني يخالف الطرح بهذه الحالة وعلى سبيل المثال لنفترض بأن ندينا هذه الأعداد خمسة مضروبة في سبعة مضاف لها سبعة مضاف إلها اطناعش مقسم على أربعة مضاف إلها خمسة مطروح منها واحد إذن بكون النتيجة النهائية هذه خمسة ضرب سبعة تساوي الخمسة الثلاثين والسبعة تبقى هنا هذه الآن اطناعش على أربعة تساوي ثلاث والخمسة تبقى هنا هذه الخمسة والسالب واحد يبقى هنا إذن النتيجة النهائية بتكون خمسة ثلاثين مضاف إلها سبعة اثنين وأربعين مضاف إلها ثلاثة هنا يعني اثنين وأربعين ثلاثة خمسة وأربعين هنا خمسين مجموع مطروح منها واحد بكون النتيجة النهائية تسعة وأربعين تسعة وأربعين نكمل مثال بالرموز لنفترض بأن الآن عندي 5X مضروبة في 3Y مضاف إلها 10X مضروبة في حاصل قسمة سالب 3Y مقسمة على 15 سالب 10X مضاف إلها 2Y زائد 5 إذن هذه العملية فيها شيء من التعقيد البسيط فما هي النتيجة النهائية عندي الآن 5X في 3Y تساوي 15XY وعندي الآن هنا 10 مضروبة في سالب 3 لكن كله مقسم على 15 وبالتالي تساوي سالب 30Y مقسم على 15 إذن سالب 2XY زائد طبعا هنا سالب تبقى كما هي سالب 10X مضاف إلها 5 وبالتالي هذه هي النتيجة النهائية هذه هي النتيجة النهائية اللي هي 13XY بعد ما طرحنا طبعا من هذه الكميتين هنا 15XY سالب 2Y بيكون النتيجة 13XY سالب 10 هذه تنزل إلى هنا وزائد أو موجب 2Y تنزل إلى هنا زائد 5 بيكون هذه النتيجة النهائية نتابع على بركة الله هذا المقطع البسيط عملية الضرب والقسمة الآن الكميات إذا كانت كمية موجبة مضروبة بكمية موجبة فإن النتيجة تكون كمية موجبة إذن الموجبة ضرب الموجب يساوي كمية موجبة كمية موجبة مضروبة في كمية موجبة أخرى النتيجة النهائية تكون كمية موجبة وعلى سبيل المثال 15X موجب مضروبة في 3Y موجب تساوي 45XY إذن موجب في موجب يعطيني عفوا يعطيني موجب حالة القسم الآن 15X مقسم على 3Y تساوي بهذه الحالة 5X مقسم على Y وممكن نخرج الآن 5 خارج القوس مضروبة في القوس X هذا فقط للتسهيل إذن الموجب مضروبة في الكمية الموجبة تساوي كمية موجبة أخرى إذن كمية موجبة مضروبة في كمية سالبة الناتجة النهائية تكون كمية سالبة مضروبة في سالبة سالبة وعلى سبيل المثال 10X مضروب في سالب 2Y يساوي سالب 20XY سالب 20XY و 10X مقسم على سالب 2Y يساوي سالب 5 اللي هي كما ذكرنا قبل قليل ممكن إخراج 5 خارج القرص والإبقاء على X مقسم على Y لكن الإشارة سالبة هنا الإشارة سالبة نتابع على بركة الله بعد ما نمحى الآن كذلك الأمر عمليات القسمة كمية سالبة مضروبة في كمية سالبة سالب مع سالب بعطينا كمية موجبة تذكروا أحبتي أن الكمية السالبة ضرب كمية سالبة أخرى تعطينا كمية موجبة النتيجة النهائية وعلى سبيل المثال عندي سالب 10X مضروب في سالب 2Y يساوي موجب كمية موجبة 20XY لأن العشرة مضروبة بـ 22 السالب مع السالب بعطيني الكمية الموجبة وبالتالي الآن السالب ضرب السالب بعطيني كمية موجبة وحالة القسم الآن سالب 10X مقسم على 2Y تساوي موجب 5 وخرجنا وخرجنا يعني الخمسة خارج القوس فيبقى عندي داخل قوس أكسم قسم كما فعلنا في المثال السابق هذه العمليات العسابة المهمة الأساسية الآن خط الأعداد أرجو أن تبهله لأنه مهم جدا هذا خط الأعداد لنفترض بأن الآن الصفر هو النقطة المرجعية إلى يمين الصفر كميات موجبة تبدأ من أي كمية أعلى من صفر مهما كان طلل طبعا تذكروا أحبتي أنه هنا ليس هناك في خط الأعداد يعني حد فاصل بين الصفر والواحد أو الواحد والاثنين أو الاثنين والثلاث لا هناك عدد لا نهائي من الأجزاء جاي في هذه المنطقة كذلك الأمر هنا وبمعنى آخر الأعداد كثيفة ليس هناك حد فاصل بين أي عدد والعدد الذي يليه أو العدد الذي قبله فالآن باتجاه إلى اليمين إلى يمين الصفر في عندي الآن إلى ما لا نهاية إلى ما لا نهاية أعداد موجبة وإلى يسار الصفر بعطيني إلى ما لنا هلاك السالب وبالتالي كل أعداد السالبة وكلما اتجهنا إلى اليمين بيكون العدد يكبر وإذا اتجهنا إلى يسار العدد يقل هذه الأشياء المهمة جدا في خط الأعداد أنتقل إلى آخر بقطع هنا آخر يعني سلايد تحدث عنه وهو القيم المطلقة على خط الأعداد هذا خط الأعداد الآن هذا الصفر هو النقطة المرجعية عندما نتحدث الآن إذا عمليات القسم والضرب والقسم والجمع والطرح نأخذ الإشارة بعين لاعتبار بمعنى آخر لو ضربنا مثلا سالب أربعة في ثلاثة يساوي سالب اتناعش إذا جمعنا السالب أربعة مع الموجب في ثلاثة بعطيني سالب واحد لكن عندما نتحدث الآن عن المسافة اللي هي البعد المطلق بين أي كميتين لنفتر الآن كما هو مبين هنا بين سالب خمسة وموجب في ثلاثة فإن البعد بينهما ثمان وحدات هاي نطلق عليها ما يسمى القيم المطلقة أو absolute value لأننا نتحدث عن مسافة وليس عن حاصل جمع أو ضرب أو قسمة أو طرح طبعا خط العداد يبقى هنا إلى اليمين عداد موجب إلى اليسار عداد سالم لكن عندما نتحدث عن المسافة التي يقطعها الكمية من أي منطقة إلى كمية إلى كمية أخرى أو بالعكس فمنأخذ القيم المطلقة من غير النظر إلى الإشارة أكون بذلك قد انتهيت من هذا المطلقة راجعا أن يكون قد قدم البدايات البسيطة لسلسلة متكاملة من الدروس في الرياضيات البسيطة التوطيء إن شاء الله لأن ننتقل إلى نظريات أكثر تعقيدا بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر